السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اللي أنا عايز أتكلم معاكم فيه ومهم جدا جدا في بعض البنات أرسلوا لي رسائل على الخاص قلقنين إنهم لو التحقوا بالدورة دور عجباهم البرنامج عجبهم الموضوع هما سمعوا بعض الحلقات يعني مأثر فيهم ونسوم يتعلموه لكن هما قلقنين إن ده يأثر على وقتهم في تعليم العلم الشرعي يعني هما بيدرسوا تجويد بيدرسوا بيتعلموا القرآن فهما قلقنين جدا أو بيحفظوا القرآن فقلقنين إن ده يأخذ من وقتهم طيب تعالي بس نقول حاجة أول حاجة البرنامج اسمه إيه أعداد دعاة التغذية في الإسلام ممكن تحضري مستمع فيش مشكلة خالص إحنا بالنسبة لنا بنقبل مستمعات يعني أنت غير مكلفة بأي حاجة بتسمعي زي ما بتسمعيني في أي حتة زي ما بتسمعيني في لايف زي ما بتحضري محاضرة في الأكاديمية بتاعتك ما أنتيش مكلفة بأي واجبات وفي الحالة دي هو أنت خلاص بتاخد العلم من نفسك أنت وبتتعلميه وبتطبقيه وده كويس جدا طيب الناس التانية اللي هم عايزين يكونوا منتظمات وهتخلص التكلفات اللي مطلوبة منها وتمتحن وحتحفظ الآيات القرآنية المرتبطة بالدروس والحديث النبوية طبعا إحنا بندرس العلوم زي ما أنا قلت لكم قبل كده وشرحنا بناخد صفات التغذية في الإسلام صفات التغذية في الإسلام دي موجودة في الآيات فبتحفظ الآيات دي في القرآن وبعدين المحرمات هي موجودة في الآيات أيضا والبعض منها موجود في السنة النبوية فبتحفظ الأحاديث كمان أسس التغذية في الإسلام آيات في القرآن الكريم أركان التغذية في الإسلام نفس الشيء فكل حاجة بندرسها هي مرتبطة يا حبيبتي بآيات في القرآن الكريم العلم أصلا قائم على واحد القرآن الكريم ما ورد في القرآن الكريم ما ورد من عند الخالق سبحانه وتعالى وده منهج ربنا سبحانه وتعالى نزله لينا مش بس عشان نقرع يا بنات الفكرة والهدف إن احنا نعلمه ونتعلمه وإذا كان لدينا القدرة على التبليغ نقوم بعملية التبليغ وإنتوا عارفين المبلغين خلفاء الرسل الرسل صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة كما ينبغي وإيه الرسالة وصلتنا من التابعين وتابع التابعين وآن الأوان إن احنا كمان نشيل هذا الحمل ونتعلم ونطبق ونبدأ نعلم الناس طيب يبقى احنا كده ما بعدناش انت ما بعدتيش عن العلم الشرعي ربنا سبحانه وتعالى شرع علم كامل اسمه علم التغذية موجود في الدين الإسلامي أقوال وأفعال موجودة في القرآن والمصدر التاني فيه تفصيل في السنة فهتدرسي كتاب الأطعمة سواء بقى في كتاب الأطعمة والأشربة فيه مسلم وبنشرحه كمان بأحاديث يعني بنشرح الأحاديث بأحاديث الموجودة في صحيح الإمام البخاري المماجة الترمزي أبو داود النسائي يعني في نهاية السنة بتكوني لميتي كل ما ورد أو معظم ما ورد في الأطعمة والأشربة من أداب وأقوال أداب فعلية وأفعال وأقوال مرتبطة بالطعام والشراب هذا علم بتتعلمي علوم تفيدك كمان في الدنيا تعرفي إن الإسراف ما هو جبناه منين ما جبناه من القرآن وجبناه من السنة وحتحفظ الآيات اللي بتعبر عن ذلك وتعرفي خطورة الأمر وإزاي بنعالج في معسكر التائبات إزاي بنعالج الإسراف إزاي بنعالج السبب الرئيسي لمعظم أمراضنا وخاصة السمنا بتتعلمي الأداب المرتبطة بالتعام والشراب في الإسلام بنجيبها منين بنجيبها من القرآن وبنجيبها من السنة وبعدين بتدريسي ملخص ليه التغذية في القرآن للأسس والأداب والأركان دي منظومة واحنا متعودين على المنظومات وبنحبها وبتربطنا دايماً برسائل مختصرة توصلنا للعلم كله وكمان بندرس كتاب الأطعمة والأشربة والأداب في منظومة السبل السوية في شرح السنن المروية دي منظومة بتشرح اللي ورد من الأطعمة والأشربة والأداب في السنن النبوي فأنت طول الوقت شغالة في العلم الشرعي ما احناش بعيدنا يا ماما ما تخافيش طب نيجي للوقت احنا بقلنا ثلاث سنين منهم سنتين دراسة انتظام والناس كانت حريصة جداً على الحضور والناس حريصة على البحث والاجتهاد وحتتعلمي علم جديد علم رائع علم مفيد في حياتك وحياة المجتمع اللي حواليك وفي نفس الوقت عبادة هتتعلمي في العلم دا انت وانت بتاكلي تغيري عقدتك في واحدة بتاكل عشان صحتها وعشان تقوى وفي حد بياكل عشان ربنا سبحانه وتعالى قال كله واشربه فتقول سمعت وقطعت فكل مرة بتاكل بتفتكر الآية وبتحطها في زهنها وقلبها وبتقول سمعت وقطعت باكل واشرب عشان ربنا سبحانه وتعالى قال كله واشربه لما تنتهي عن الاسراف مش عشان جزها ما يبصش لوحدة غيرها ولا عشان تروح تشتري هدوم بسهولة وتلاقي المقاسات مزبوطة ولا حتى عشان صحتها لأ دي بتبتعد عن الاسراف عشان ربنا نهانا دي عبادة كل مرة بيعجبها أكل وتشيل إيديها من عليه عشان تبقى مش مسرفة كل مرة الشيطان ونفسها بيزينولها أكل وتشيل إيديها عشان ربنا سبحانه وتعالى قال قال وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّوا لأنه دا أمر من الله سبحانه وتعالى عبادة هتتعلمي علم مختلف عن اللي تعلمناه في المدارس ومع ذلك وإحنا بنتعلم لأنه علم أهل الزكري على الرغم أنه هو ممكن يبقى متغير وعلم غير ثابت لأن العلم الثابت هو الذي ورد في القرآن وفي السنة في القرآن لأن الحق سبحانه وتعالى ثابت لا يتغير ونزل المنهج هدي لنا والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ووصل لنا وتأكدنا أنه أحاديث صحيحة هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى يقول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأنتي حبيب تقول ما أنت بتدرسي أنت قاعدة بتدرسي في علم شرعي علمه مهم جدا علم مفروض نتعلمه كلنا ونعلمه للأمة الإسلامية المنهج اللي موجود في القرآن الكريم مش عشان بس نقرأ صحيح للتلاوة أجر وتحسين الصوت وفيه استمتاع وراحة وشفاء لما في الصدور لكن في القرآن المنهج اللي المفروض نمشي عليه المنهج اللي المفروض نتعلمه في كل شؤون حياتنا كل شؤون حياتنا فهتلاقي فيه منهج موجود في القرآن وفي السنة والمفروض نتعلمه ونطبقه ونعلمه للناس الوقت ربك سبحانه وتعالى هو اللي بيبارك ولما الإنسان بيخلص النية ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له في كل شيء إحنا حبيبتي زيك كلنا اللي كانوا بيدرسوا قبل كده اللي دكتور الطبيبة واللي صيدلانية واللي معلمة قرآن وأستاذ التغذية وعندنا أولاد وبنتابع أولادنا وبنتابع دراستهم وبنتابع كمان كلنا بنتعلم يا بنتي العلم الشرعي كلنا بنحضر فصول لتعليم القرآن وبنراجع على المعلمات وبنحفظ وبنراجع التجويل ما فيش حد فينا بيسيب العلم ده وامتابعين وفيه اللي بتحفظه وفيه اللي ختمته بتقرأ قراءات أخرى وبتراجع على المعلمات يعني ما فيش حد مأثر الدراسة مش هتأثر عليكي خالص لو أنت مش متعلمة تجويد أنت هتحتاجي ساعتين في الأسبوع أو ثلاث ساعات أقصى تقدير يعني ثلاث ساعات دول بنقعد نورهم في التليفون بنقعد نتكلم في أي كلام في التليفون بيخلصوا اليوم 24 ساعة وربنا سبحانه وتعالى بيبارك وكل ما الإنسان بيخلص نيته ربنا سبحانه وتعالى هيهدي لك ولادك وهيهدي لك زوجك والأمور هتمشي معاك وتبقى زي الفل المهم اخلص النية تخلص النية اتركيها على الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث تسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله باله وأمر خلص فأنت ما تخفيش يا أمي خالص ما تخفيش ولما بيبقى فيه مشكلة عند أي حد احنا ما بنشنقوش ولا حاج بنقف معاه اللي عندها ظروف اللي عايزة تأجل امتحان اللي عايزة تحضر بس في النص وما بقيتش قادرة تكف انتظام وطلبت تحضر انتساب يعني تحضر تسمع بس ما عندناش مشكلة نهائي فربنا يوفقكم جميعا هو هتخافي هو هتقلاقي هو الشيطان يعني يخوفك إن انت مش هتقدر تسدي انت قاعدة تتعلمي علم كله مبني على قال الله وقال الرسول وبتبدأ تنفذيه في حياتك وتنشريه حواليك وعلم مرتبط بحياة كل الناس فربنا يوفاكم جميعا ويهدينا ويبارك في أوقاتنا ويهدنا أزواجنا وأولادنا اللهم أمين ترجمة نانسي قنقر